تطلع بقى وتخش قصص وشائعات وحكايات انت مبسوط ان عندك اتنين حراس كويسين ولا لا بس هو ده السؤال انت بقى بينك وبالنفسك قول انا عايز الشناود قول انا عايز شبير انا عايز انت حر لكن لا تسمح لأحد على الاطلاق ان نلعب معك في المناطق دي لمنطقة قيم لمنطقة مبادئ لمنطقة احترام لمنطقة انضباط مش هتلاق مع النادي الالفية ويسترجع لك بقى احداث قديمة ولما عمل ولما خلى ولما سود كان زمان هنا لا هنا الغلطة بوقفة والوقفة فيها تعليم وتخلص القصة وتخلص الحكاية وانا اقولت لكم قبل كده ان محمد رمضان ده رجل مش قلبه سود يعني كهرباء هتلاقي مثلا علاقته برمضان على احسن ما يكون موضوعه خلص اخذ حق النادي وانتهى هو حاجة خاصة رمضان مش حاجة خاصة رمضان وتنتهي القصة عند هذا الامر لازم حضراتكم تبقوا عارفين ده مثلا يقول لك ايه غرامة لعمر السلية يا سيدي حتى لو في غرامة ولا عرفنا ان في غرامة لكن لو في مدير الكرة ما يوقع غرامة على عمر السلية وعلى مصطفى شبير وعلى ياسر ابراهيم وعلى رمي ربيع ممكن يكون مدي مكفأ من غير ما انت تعرف في ناحية تاني ممكن يكون في خطأ ولما تعمل غرامة يعني هي الدنيا هتقوم وما تقعدش على شأن غرامة اللعيب في الفرقة طب ما احنا شوفنا عمر السلية المطش اللي فات بيلعب ونزل وكان احسن واحد لما نزل بسم الله ما شاء الله لكن ما كانش فيه توفيق بس انك تكسب يعني ما هو اي ادارة محترمة لازم الرؤوس بتاعتها تكون محترمة وهذا ما يحدث وعايز اقول لكم بس عشان تبقوا عارفين القصة والشائعات كتير ليه محدش قادر يوصلك محدش قادر يحصلك محدش قادر يقرب منك طب اعمل ايه اضربك بالشائعات شائعات 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 في الاخر احنا بشر لعب يزعل من زميل مدرب يزعل من لعيب مش عارف مين يزعل من مين لكن لانه الاهلي دايما ايد واحدة ووحدة واحدة وانا تعمدت اخذ الانوان دا مبارح الاهلي ايد واحدة وتعمدت اقوليك صورة الشناوي مع امام عشور مبارح وللامانة اخذتها كل المواقع عننا وصفحات كتيرة جدا واخذوها بفرحة وده شيء جميل انا بتكلم على الناس يا جماعة اللي عايزة تخرب اللي عايزة تولعها اللي عايزة تشعللها من هنا لازم كل واحد ياخد باله وانت مش واخد بالك انه بكرة فيه قرعة في امريكا النادي الاهلي فيها انت مش واخد بالك انه الاهلي كتف بكتف مع مانشستر سيتي ومع فارنميونيخ ومع ريال مدريد ومع بينفيكا ومع بورتو ومع مان يونايتد ومع الاسمادي كلها انت مش واخد بالك انه مع كل ابطال البرازيل فلمينجو وفلمينسي وبالمراس وبوتفوجو انت مش واخد بالك انه كتف بكتف مع ريفر بليت وانه مع بوكا جونيارز ومع كل الفرقة دي انت مش واخد بالك من ده لازم تاخد بالك ولازم تعرف الناس بتعمل كده او بيحاولوا يعملوا كده معاك ليه ما هو مش قادر يحصلك مش قادر يقرب منك مش قادر حتى يجيب طرف الخط منك مفيش انت طاير عايز تتعطل بقى او عايز تتعطل وانت حر انت تخلص مباراة زعلان متدايق مش مبسوط حقك ويكتب كلمتين لكن ما تجيش على السوابت ومش كل ماتش نخسره او نخسر نقطتين او حاجة عايزين اتنين مسكين وعايزين ظاهر والله كده واحد بقيت لقى عايزين اتنين مسكين عايزين ظاهر ايمان عايزين ظاهر ايسر عايزين واحد رقم ستة عايزين واحد رقم تمانية وعايزين جناحين اجانب طب انت طالب تسعة لعيبة واللي عندك خمسة والخمسة موجودين ولسه بتحل في موضوع علي معلول ان شاء الله يرجع بسلامة الله الكلام سهل لكن هو التنفيذ يتعمل ازاي جماعة خلي بقى لحضراتكم محدش قادر يحصلك استرجع ماتش العين استرجع شكل الجمهور استرجع شكل الاهداف استرجع شكل الصدمة اللي انت عملتها لضيوفنا الاعزاب بتاعوا نادي العين كانوا مش مصدقين هو ده سلح النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وانا بقولها بالفهم المليان جمهور النادي الاهلي مش جمهور المدرجات بس لانه جمهور المدرجات عمل حالة من الرؤب للمنافس بس لما بيكون خارجي هنا احنا مكسلين مع كل احترام لكل الاسباب واو انا اكتر واحد بيقولها لكن انت مطالب بالوقوف خلف فريئك انت فاضلك دلوقتي تلاتاشر مباراة في الدور الاول لازم تكسبهم كلهم ان شاء الله عشان تحافظ على بطولة الدور العام انا بقولك تكسب التلاتاشر مش مسموح لك تخسر نقطة لو قدام زمالك ولا برامدز ولا مصري ولا اسماعيلي ولا اي حد تكسب التلاتاشر عشان تطلع بالنقاط بتاعتك لما تيجي تلعب التمنى مباريات تخلص بدر بدر وتقوى بطل الدور العام ده الجمهور النادي الاهلي وبالتالي لازم تكونوا موجودين في المباريات استحملوا شوية احنا ممكن ندور على حلول مع بعض لكن لازم تكونوا خلف فرقاتكم لكن ليس جماهير المدرجات فقط او ليست جماهير المدرجات فقط هي جماهير النادي الاهلي الان اصبح سلاح السوشال ميديا سلاح عنيف وقوي وللامانة الشديدة هناك عدد كبير ومحترم من جماهير النادي الاهلي خلف الفريق طول الوقت بيقولوا كلمتين لما بيكونوا زعلانين وانا نفسي ساعات بكتب لما أكون زعلان لكن الاساس ان انا بسند النادي لانك اول ما انت هتهاجم هو التاني هيستنها لك ده انت وانت كسبان بيفضل يدور لك على حاجة خبالك وانت متعصر انت الحمد لله مخسرتش وبإذن الله مش هنخسر بأمر الله مش هنخسر لكن لو حدث هيحصل ايه حد يقول لي هيحصل ايه هل هنسمح لهم ان هم الزيت في الزيتة واحنا نقعد نتفرج ومبسطين وفرحنين لا لا او الف لا هنا النادي الاهلي هنا البطولات هنا الانتصارات هنا النجاحات هنا الارقام القياسية هنا النجوم الحقيقية كل حاجة هتلاقيها هنا 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 فهناك لازم يموت يموت من الغل يموت من الحقد يموت من من ال اي حاجة بقى ويفضل يحسد فيك ويفضل يوقع فيك يحاول ان يوقع فيك فانت السند ثم رسلت للعيبة مع كل اللي انا بقوله ده لكن الجمهور عمل معظم اللي عليه انا بس بلوم على قلة لكن انتو كلعيبة اتضروا الباقي عليكم اختبتكلم مع مسؤول كبير في الفريق قبل الهواء قال لي الله اللعيبة اللي عملوا اخر نص ساعة دول كاحسن ما يكون هم اللي كانوا ساعة كاملة بعيدة عن المباراة ليه فزعلان جدا متضايق جدا قطلوا معاك كل الحق قال لي انا عايز اولعب زي اخر نص ساعة ونخسر مش نتعادل بس يبقى كل واحد قدر اللي عليه الله ما انت عندك اهو قمال في ايه القصة ايه والحدوتة ايه فلعبت النادي الاهلي ما حدش هيرحمك مش من جمهورك مش من جمهورك لأ حتشوف بقى ويل من الاخرين وحتشوف هجوم وحتشوف مشاكل وحتشوف ازمات لكن طول ما انت بتكسب محدش هيقدر يتكلم عليك كلمة طول ما انت بتعمل اللي عليك خلينا اتكلم صح طول ما انت بتعمل اللي عليك ولما تعمل اللي عليك هتكسب وحتفوز وحتنتصر انا مش عايز اقولها بصغة الرجاء لا للجمهور ولا للعيبة الجمهور في الاخر بيعمل اللي عليه نلومه في حتة شوية بتاع لكنه هو في الاخر بيعمل اللي عليه وزيادة ترجمة نانسي قنقر